بسم الله الرحمن الرحيم أرحب بكم مع عزائي الطلبة في محاضرة جديدة وياكم الأستاذ محمد نجم النوفلي اليوم رح نشرح يونت اثنياق 21 بكتابة نحو للمرحلة الأولى واللي هو عن الول والشل وبهذا اليونت ان شاء الله نوضح لكم إشلون نستخدم هذه الأدوات وهذه الأدوات تعتبر يا زمن أول شغلة لازم تعرفونها بأنه هذه الأدوات هي زمن المستقبل البسيط اللي هي ويسمونه الفيوتر سيمبل ما عرف هو بالكتاب ليش ما مسوي ليش ما كاتب لي فيوتر سيمبل ما عرف يعني شنو السبب ما أدري حقيقة ولكن أنا بالملزمة هنا ووضحت لكم الفيوتر سيمبل هذه القاعدة مالته الفاعل زائدا ولا أو شل فعل مجرد تكمله I go to school I shall go to school طبعا الفرق أنه شل يجي والآي والوي أما الول فيجي الكل وهذا الحجة كلها موجود بالملزمة مثال ما بالنسبة لحالة النفي فاعل زائدا ولا أو شل زائد ناط زائد فعل مجرد زائد تكمله She work at school She will not work at school لن تعمله في المدرسة أما بالنسبة لحالة السؤال فرا نخلي الولو الشل في بداية الجملة ثم فاعل ثم فعل مجرد وبعدها تكمله طيب أخذنا تركيب الزمن وقلنا حدث مستقبل البسيط يعني حدث يتم بالمستقبل قريبا وهنا ملاحظة كلش مهمة يقول نستخدم I think I don't think مع الول كتبها ملاحظة يمك تستخدم الول أو don't عفوا think والdon't think مع الول مع المستقبل هو هذا يعني وعنده ملاحظة حلوة كلش يتفيدك عندك الوذي probably I expect I'm sure I think I don't think I wonder perhaps هذول الكلمات كلهم نستخدمهم ويا المستقبل البسيط نستخدمهم ويا المستقبل البسيط future simple طيب اهنا خلصنا من نقطة A و B نجعل C يقول we do not use world to talk about what has happened decided or arranged before ركزي على هاي نلاحظ يقول الول ما يصير استخدمها لشيء يحتوي على التخطيط الشيء اللي انت مخطط له من زمان تستخدم لها before I am going on holiday next Saturday ما قلنا I will ممكن الاستاذ يقول I will I will go on holiday next Saturday قلق صحح للجملة قلق خطأ انت كي تقول الجواب صحي I am going to more لأن الول ما تستخدم التخطيط مع الشيء المحددة انت من قبل شوف الجملة اللي جواها قيل لك مقارنة خاف يجيب لك مقارنة باما جملتين نقل لك I am meeting Kate tomorrow morning راح ألتقب كايت باشر الصبح طبعا محدد وقت طبعا ما محدد يعني خلي نقول يعني منحاط لمضارع مستمر هنا محدد وقت وإحنا ذكرنا بالمحاضرة السابقة بأنه لما نحط معناها محدد لوقت فهنا أقول decided before مثلا نقدر نقول I decide to meet Kate in the past أنا قررت أنه ألتقي Kate بالماضي أو decided before I have decided to meet Kate before يعني أنا قبل هذا الشيء أقرر أنه من زمان يعني I decided that before خلص زين أما من أقول I will meet you أنا رحلت بيك بعد عشر دقائق هذا قرار جديد I decided now إذن هذا يعني أصلا هو مو قرار يعني خلين نقول هو حدث يعني أنا قيل أوكي انتظرني هسر حاجي هذا مو تخطيط يعني احتمال هو جاء علي هو بالاجتماع وقال أوكي فانتظرني بمعنى أنه ما بخطط يعني فالnow الول ما بيها تخطيط ركزلي على هاي المعلومة وذكرت لكم أنا بالملزمة بأنه الآي تستخدم الشل تستخدم وي الآي والوي وهنا أيضا ذاكرها قيل لك يوز شل آي شل وي طبعا هاي شل آي أوبن هاي بالنسبة لحالة السؤال شل وي قو هذا هي أمثلة لا أكثر ولا أقل شكرا شكرا شكرا